انت ازاي يا بوبش بتقول ان السترين ابن الاماتيست في الطبيعة وكل حجر منهم له خصائص مختلفة عن التاني وامور علاجية عن التاني لو هتكلمني بنفس المنطق يا صديقي هقولك وانت ازاي رجل محترم ووكور كده ومخلف لنا عيل في كمة الشقاوة ارد بيتنطط على الشجر ما خدش من صفاتك غير شقاوتك وانت صغير او هقولك نفس فكرة الالماس اللي تحول من فحمه كل واحد فيهم اكتسب صفاته يا صديقي الاماتيست يا صديقي موجود في الطبيعة عبارة لما اغزها زلافي عبارة عن كريستالات بولورية كان في الاصل عبارة عن حبات من الرمل صخرة لو شفتها في الصحرة مش هتعرق اي اتمام حبات من الرمل تحولت الى كوارتز وبالمناسبة مصر مشهورة بالكوارتز وعلى مدار ملايين السنين من الضغط والحرارة تحول الى هذه الكريستالات الطبيعية من الاماتيست او الجمشت وعلى مدار نفس ملايين السنين من الضغط والحرارة تحول الاماتيست الى حجر السيترين كان عبارة عن أماتيست هو كمان تحول بطريقة الضغط والحرارة إلى حجر السترين الأصفر علشان كده دايما بنقول إن السترين ابن الأماتيست من الطبيعة ودي بالزبط يا صديقي نفس عملية تحول الفحم تحت الضغط والحرارة على مدار ملايين السنين إلى ألماس طبيعي جدا إن كل حجر فيهم يكون له شخصية وبالمناسبة القطعة الأمورة الطبيعية دي بوزن حوالي 1.300 كيلو جرام بسعر 2500 جنيه حتى من الطبيعة على مكتبك أشوفك دايما على خير